النهاردة على غير العادة الايام اللي فاتت ديك كنت دايما حتى بقول لزمائل يولا عايزين خبر حلو الاخبار اللي في نادي الزمائل كلها ازمة القيد وازمة الغرامات والعيبة عايزة تمشي والعيبة معروضة للبيع هي الاخبار اللي بتيجي من الزمائل كده وده الواقع يعني والناس اللي شغالة دي الله يكون فعونها دايما بقول كده الادارة الحالية دي الله يكون فعونهم عندهم كذا ملف صعبين جدا بس النهاردة جاي لكم لجميع النادي الزمالك باخبار مبهجة مبهجة مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا او ما قال لناش اكد لنا في الرقم 10 ان ازمة القيد ازمة اقاف القيد في طريقها للحل خلال الايام القليلة المقبلة خلال الايام القليلة المقبلة بمعنى اضاق هيتم حل الازمة دي وفتح باب القيد بعد ما كلام كتير اتقال عن صعوبة الامر صعوبة الامر هيتم تسجيل العيبين جدد لنادي الزمالك في يناير واضاق نادي الزمالك برقاسة الكابتل حسين اللبيب تحركت بشكل رائع جدا ده من جوه جوه الكواليس فاكتر من اتجاع عشان يوفروا المبلغ المطلوب لحل الازمة دي ابرز الخطوات في هذا الامر انه هما هياخدوا قرد بنكي كبير بضمان اشتراكات العضويات وعقود الرعاية الجديدة اللي نويين يخشوا فيها او نويين ياخدوها خلال الايام القليلة القادمة المبلغ ده سواء عقود الرعاية او القرد هيتم بيه مباشرة حل ازمة القيد وبعد كده سادات جزء كبير من المستحقات المتأخرة لللاعبين وايضا ابرام بعض الصفقات الجديدة للتدعيم الفريق في يناير ان شاء الله تمام اسمع انا اوتيك الخبر من بدري بدري الزمالك هيرفع اقاف القيد الزمالك هيدني مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين الموجودين في الفريق الزمالك هيجيب صفقات جديدة في يناير من غوة مالوما من غوة غوة طيب